نجاح كبير للدبلوماسية المصرية في التعبير عن مصالح الدول الشقيقة والصديقة في ظل ثبات مواقفها البناء تجاه مختلف القضايا ومن هذا المنطلق تحرص مصر دوما على المشاركة في مختلف اللقاءات والاجتماعات الهدفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف ذلك أن دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب أمر لا غنى عنه ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة أو القمم الدولية التي تنظمها أو تشارك بها مصر دعما ومساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948 تحرس مصر على دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم موقف عربي موحد مع تكثيف في مستوى تنسيق إزاء المستجدات والتحديات وترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة وذلك منذ 11 نوفمبر عام 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطينية وحرصت مصر على إبلاغ الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحوار بأنها لا تشكل بديلا عن السلطة الفلسطينية وأن عليها جميعا التفكير في المصالح العليا للشعب الفلسطينية عربيا وإقليميا ودوليا سعت مصر وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية بشأن استعادة حقوق الشعب الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ومواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيرة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت في عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الدبلوماسية المصرية نجحت في التعبير عن مصالح الدول الأفريقية والعربية والقاعدة العريضة من الدول النامية أعضاء الأمم المتحدة لا سيما في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتين رئاستها للمجلس وإعادة التركيز على الحقوق الفلسطينية بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي 23-34 بشأن الاستيطان دور مصر لا يوزيه دور سواء في النطاق العربية أو حتى الإقليمية والدولية لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات باعتبارها شقيقة العرب الكبرى صاحبة المساعي المقدرة والمواقف التاريخية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبلورة التصورات الكفيلة بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلعة